اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% تصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او تحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خاني ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعك اسمع طالعك طبعا بالنسبة ل الكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعاء على الخميس يعني بكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت 11 سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الأسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الأمور هاي كلها بتتابع الأخبار اليومية لأنه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الأمور هاي اللي متعودين أنتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي إلها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والأمور الضاغطة عليك والأحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الإمكان أن نغطيها بالكامل خلينا نروح على أول إشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك طبعا يا موليد برج العقرب معروف أنه الكواكب موجودة في بيوت أو موجودة في أبراج موزعة وهاي تعتبر بيوت بالنسبة لإلك كل مكان موجود في كواكب هو بيتحكم بجزئية من حياتك فعشان هيك أو مش بيتحكم نقول أنه هو فارس سلطته عليك لا هو بيبث بعض الطاقات اللي بتأثر على هذا المكان أو على هذا العمل أو على هاي المسئوليات اللي شوي بيكون منها سلبي وبكون منها مربك وفيه أشياء بتكون إيجابية وبتكون لصالحك بالفترة هاي عشان هيك عشان أنت يتفسر لك شو سبب هاي الخربطة اللي أنت بتمر فيها بالفترة هاي من العام تحديدا لأنه الكواكب تقريبا أغلبها تتراجع وفي نفس اللحظة موزعة على أكثر من مجال من مجالات حياتك فهو بسبب كثير من الإرباكات خلينا نشوف أول إشي وحدي وحدي نبدأ أول إشي بالشمس الشمس موجودة في البيت التاسع من المفروض وهي موجودة في البيت التاسع تعطيك رغبة بالسفر بالاتصالات البعيدة تواصل مع أشخاص خارج البلاد اهتمام بأوراق قانونية بمعاملات بالدراسة بدراسة لغة بأخذ دورة بنشاطات على المجالات العلمية إشي له علاقة بالاستراد والتصدير المراسلات الخارجية الأمور اللي إلها علاقة حتى بالأوراق أو المعاملات اللي إلها علاقة بالمجالات العلمية هاي الشمس من المفروض أنها بتعطيك الإيجابية وخصوصا أنه الشمس موجودة في بيتك التاسع يعني في السرطان بيت حليف لإلك ولكن إيش السبب اللي عطل معظم هاي الأمور وخلاها تصير سلبية حتى أنه قلق على أشخاص خارج البلاد ممكن تقلق عليهم ممكن يصلك أخبار مزعجة ممكن تتراكم الأمور ممكن يصير فيه ضغط على أمور إلها علاقة بالسفر وإنتي مش رغبان بالسفر كل هذا بسبب عطارد اللي بيتراجع وموجود في نفس برج السرطان يعني هو بيعركس عليه طبعا هو ما رح يظل على طول هو يوم 12 الشهر رح يظل موجود وبعدين رح يرجع للحركة الأمامية فرح يعطيك إيجابية بشكل قوي على هذا المكان في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها طيب بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في البيت الثامن وهو له علاقة بأمور جيدة وبتدعمك بشكل قوي على أمور علاقة إلها علاقة بالأموال بالتسويات بالأمور البنكية جدولة قروض أو صداد قروض الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالضريبة بالتأمين بالميراث كلها هاي الأمور بتدعمك بشكل قوي وخصوصا حتى على الأموال المشتركة أو الأموال اللي ما بتعود لك يعني ممكن تلاقي زوجتك مثلا دعمتك بمبلغ من المال ممكن تلاقي مثلا الزوجي لا زوجها هو اللي دعمها بالمال خصوصا إذا كانت من العقرب بتلاقي مثلا أشخاص ممكن ينظروا لها بهبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم بالفترة هي يعني تقريبا أمور إيجابية على مستوى كل الأمور اللي بتتعلق في البيت الثامن أما بالنسبة إلى بيتك الثالث وطبعا بما أنه الجدي هو بيتك الثالث البرج اللي بيجي بعدك هو ثالث واحد فعشانك هو بتلاقي أنه بلوتو والمشتري وزحل موجودين فيه والثلاثة ما شاء الله بيتراجعوا فبما أنهم بيتراجعوا معناته بدهم يسببوا مشاكل وضغط على مستوى عصبيتك ردات فعلك نقاشك توترك تعب الأعصاب عندك الأرق قلة النوم يعني هاي كل ياتها بتكون ضغطي وبرضو بتسبب لك بعض المشاكل مع الإخوي مع الجيران بتسبب نوع من أنواع القلق حتى ممكن أنه يكون لك بعض الاهتمامات بالدراسة بالامتحانات الفترة هاي تلاقي أنه شوي عاطتك نوع من أنواع الكسل أو بتتراجع شوي عن الأمور هاي يعني شوف التقلب ما بينه وبين البيت التاسع هذا بعطي إيش وهذا بعطي إيش ولكن التاسع بعطيه عن الجامعات يعني الدراسات العليا الثالث بعطيك على المراحل لغاية الثانوية ما دون الثانوية للمراحل الأساسية أما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في البيت السادس عشان هيك بيحدث مفاجآت على مكانين مكان العمل ومكان الصحة لأنه هذا بيت العمل والصحة فعشان هيك بتلاقي إما ضغوط كثيرة بتصير على العمل يوكلك أعمال كثيرة لدرجة أنها بتكون مرهقة كثير أو أنت بتندفع وتتهور لإنجاز كثير من الأعمال وما بتراقب صحتك فبتنعكس عليك سلبي وبرضو بتحدث بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالصحة بتوترك بتجيب لك تعب بتقلب مزاجك بتجيب أشياء بشكل مفاجئ ما كنت تتوقعه خصوصا على النمط الصحي فعشان هيك دائما منقول إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك بالفترة هاي ما تتكاسل وما تقول لا حبتين بردول وبتمشي الأمور بدك تنتبه لها الأمور طيب الآن عنا ضل نبتن موجود في البيت الخامس وبيت راجع وهو أساسا موجود في العادي كان يمنحك نوع من أنواع العاطفة المغازلة عواطفك بتكون جياشي بعطيك شوية رومانسية طيب الآن بما أنه بتراجع شو بدي سوي معناته بدي يعمل العكس بيخليك تشك بيخليك تغار بيخليك تدقق على كل التفاصيل في الحبيب لدرجة بتصير أنت زي الكابوس عليه بتصير نوع من أنواع الخلافات من وراء غيرتك وشكك برضو بعطيك سلطة بالتحكم فعشان هيك بدك تكون منتبه لهاي الأمور وفي نفس اللحظة هذا مش بيت الأحباء بس للغراميات لا بيت الأحباء حتى على الأبناء فممكن تفرض سلطتك على أحد الأبناء أو تحاول تتحكم في حياته أو تتدخل فيه أو تشك فيه أو تتوسوس عليه أو تخاف عليه فهي الأمور كلها بتكون بسبب نبتن اللي بيتراجع ضل عنا آخر إشي اللي هو أورانوس أورانوس موجود في البيت السابع يعني موجود في بيت الشراك المالية والعاطفية طيب بما أنه موجود في هذا المكان ما بتراجع الحمد لله ولكن أورانوس معروف عنه شو؟ إنه أبو المفاجآت ما بحب بفاجأك بكل شيء بكل تطور فعشان هيك بتلاقي حالك لحظات مندمج بشكل كبير مع الحبيب أو مع الزوج أو مع الشريك بالعمل وفجأة بتلاقي الأمور تنيلت وصارت مشكلة إلها أول ما إلها آخر وبتكبر المشكلة بشكل مفاجئ طبعا هاي كل هالمفاجآت اللي إلها علاقة بأمور الشراكة سببها أورانوس فعشان هيك بدك تكون حذر طبعا أورانوس مش موجود يوم ولا يومين أورانوس لسه مطول فعشان هيك بتظل التقلبات على أمور الشراكة الزوجية والشراكة المالية موجودة وإلها تأثيرات مفاجئة يا بتجيب ارتباط مفاجئ وزواج مفاجئ لموليد برج العقرب يا بتجيب فصال وبتوصل الأمور للطلاق كمان خلينا نروح على توقعاتنا الأسبوعية ونشوف القمر بيدعمنا في أمور كثيرة وإيش الأمور اللي رح يدعمنا فيها ويساعدنا في إيش وإيش الأيام اللي رح نستفيد منها والأيام اللي رح نكون حذرين فيها طبعا من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في القوس فعشان هيك بالفترة هاي بيكون في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك أهمش إنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة أو لدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بيصير موجود في الجدي فعشان هيك بالفترة هاي بتكثر عندكم الاتصالات والتناقلات بتكون الفترة هاي مناسبة لاجتياز امتحان أو الجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديها وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل أو تحصل على فرصة جيدة الفترة هاي برضو بتكون مشاعرك قوية جدا وبتبرر مواقفك بسرعة ويعني عندك سرعة بديها عالية وبرضو بتنشط بأمور الها علاقة بالتناقلات وبالاتصالات من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود بالدلو فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنه ممكن هاي الاضطرابات أو الضغوط تسبب يعني اثير اضطراب عام أو نوع من الامتعاض أو الأجواء السلبية أهمش إنك ما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك أكثر إشي ما تهملهم من منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس حتى وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فعشان هيك بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتبحث على البهجة والانشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني بتعيش أجمل اللحظات ممكن تحقق الأمنيات وتصيب الأهداف وبيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة وتسوية بتتمتع بشخصية جذابة فياريت أنك توظفها يعني على أساس أنها شوي تحسن من وضعك وتحسن وتعطيك طاقة إيجابية وخصوصا هذا بيتك الخامس يعني بيت الحاطفي وبيت الحضوض يعني مع وجود نبتن ممكن أنه يعمل إيجابية أكثر فيعزز نقاط ممكن كانت ضعيفة بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء